السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة من ايه? صباح الخير. صباح الامن. صباح الابتسامة. صباح الجمال. صباح الطاقة الايجابية عليكم. يا رب اكونوا بخير وبصحة وسعادة وجمعا باركة عليكم على كل الاهل والاحباب. اه احب اشكر الناس اللي يا دخل جديد. اهلا وسهلا بيكم. انتو انضميتوا لاحسن ناس على كوكب اليوتيوب وكوكب الارض حرفيا. انا سعيد بيكم ويا رب اكون عند حسن ظنوك يا رب. طيب النهاردة هنقدم حلقة لذيذة خفيفة ويعني ممتازة. انا بسميها يعني حلقة حلقة كويسة ومفيدة. بس استسمحكم بس كده في دقيقة او دقيقتين بس هكلمكم على حاجة كده ويادي تعملوا بيها يعني. زي ما فيه تجار بشر بياخدوا الاطفال بيسرقوها وبيتجرف اعضاها. السوشال ميديا برضو تعمل نفس الكلام بالزبط. هي بتختف اطفالنا او بتختف ولادنا. فاتمنى من ربنا ان انتو ترجعوا اولادكم لاحضانكم ولو ساعة في اليوم. لو بصيتي حواليك كده. ارعودي كده دقيقة كده ركزي كده في اليوم كده. هتلاقي لو انت عندك مثلا تلت اطفال او طفلين او شباب يعني نتكلم عنها شباب يعني. هتلاقي ان ده ماسك موبايل وده ماسك موبايل وده ماسك موبايل وكل واحد قعد في قوضة وكل واحد عامل باسورد. ما فيهش كلام نهائي كل واحد حاطت عينه في الموبايل وما فيش ما فيش تجمع أسر نهائي فأتمنى منكم اللي انتو تعملوا المستحيل اللي انتو تقدروا مسلا تكتمع مع أولادكو ولو ساعتين أو ساعة في اليوم على الأقل خالص انت ممكن تشيلي سلكة الراوتر طيب على الأقل خالص لو انت عندك كمبيوتر ممكن تنزلي برنامج اسمه نتقط ممكن ببساطة كده هو تقدري تفصلي الراوتر منه أو تفصلي الشبكات اللي هي دخل عليه لمدة ساعة أو ساعتين تقدري تتجمع مع عيالك أو تقدري تتجمع مع عيالك علموهم مكارم الأخلاق علموهم الأخلاق أول حاجة كده ابدأوا بيها علموهم الأخلاق حتى لو كان الشاب عنده عشرين خمسة وعشرين سنة وفاهم ومدرك علموهم الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنما بعسته لأتمم مكارم الأخلاق أهم حاجة هي الأخلاق أهم حاجة الأخلاق علموهم علموهم فأنا بتمنى من ربنا لإنتوا تعملوا الكلام دوت لإننا شايف حاجة رهيبة في المجتمع يعني أنا شايف حاجة مش في المجتمع المصر عمتا يعني وفي البلاد كلها في البلاد كلها الله المستعان وربنا يحفظهم جميعا ويحفظكم يا رب طيب النهاردة بقى عندنا حلقة بقى جميلة كده خالص كده إزاي تبيضي أسنانك بطريقة سهلة وبدون تكلفة عندنا وصفتين الوصفة الأولى سهلة جدا 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 والوصفة التانية مكملة بيها لها لو أنت عايزة تزودي زيادة البياض بتاع أسنانك الجميلة طبعا أنتوا كلكوا أسنانك جميلة ما فيهاش أي حاجة ولكن لو عندنا حبة إصفرار صغيرين أو عندنا حبة إصفرار كتير أقدر لنا أقدر أبيض أسناني الطريقة دية لتبيض الأسنان ما لاش علاقة بالتساويس خالص تمام؟ ما لاش علاقة بالتساويس خالص طيب إحنا النهاردة وأتمنى لأنت تسمعي الكلام للنهاية الحاجة إزاي أنت تستخدميها تمام؟ طيب إحنا معنا النهاردة الكربوناتو أيوا يا فندم الكربوناتو اللي إحنا بتستخدمها في المنظفات مش هتنظف سناننا ماشي طيب إحنا هناخد معلقتين كبار كده جمال أهو شايفين؟ إحنا هنحول الكربوناتو ده لمعجون هنحولها إزاي بقى؟ بص يا فندم واحدة واحدة كده خليكي معايا عشان هقولك بعد كده إزاي أنت تستخدميها كطرية استخدام هنحط أهو بصوا هنبدأ مثلا إيه كده؟ بمعلقتين مياهو أهو شايفين؟ أهو لازم أنا أحول اللي معايا ده كله لمعجون زي معجون الأسنان كده بالزبط هايبدأ يتكتل مني وخلي بالك لو سلد ميا أقدر لنا أزوده ميا أقدر لنا أزوده برضو كربوناتو مفيش عندي مشكلة خالص أهم حاجة يصير اللي معايا دوت أو يصبح اللي معايا دوت معجون دي الفكرة من إيه من الهدف طيب أحط حبة مياه كمان بقى ده كده حتيت تلاتة أهو ماشي أصبح عندي كده بصي شايفة أهو اتحول لمعجون أحطيت الأول معلقتين أهو اتحول لمعجون تماما أهو شايفين؟ أهو أصبح معجون أهو تمام؟ أهو شايفين المعجون؟ أهو هو ده بقى المعجون تمام؟ عايزة تققله عن كده مفيش مشكلة ممكن هتققله تمام؟ أهو بس أنا شايف اللي كده ممتاز الصراحة يعني أهو تمام؟ أخده بقى على فرشة الأسنان وأحط وأعود أعمل بيه سناني لمدة دقتين وأسيبه على سناني لمدة دقتين يعني أحق أدعج بيه كده سناني وأسيبه لمدة دقتين تمام؟ كده اتفرجي بعد يومين بالزبط من استخدام صباحا ومساءا هتبقى سنانك عاملة ازاي؟ طيب أنا عايز أزود الكلام ده لو أنا عندي بقى بص يعني أنا عايز أخلي بقى حرفيا وقتي أو فوريا طيب هستخد الكربوناتو أهو بمقدار أهو نفس المقدار كده بالزبط أهو وابدأ أعد أعمل إيه أدعج بقى فيه كده هو تماما تماما أهو كده أصبح عندي قوة ضاربة يعني قوة بياض ملهاش مسيل ودي الوصفة التانية بتاعتنا أهو قوة بياض ملهاش مسيل أنت عايزة تستخدم الكربوناتو بس مفيش مشكلة عايزة تستخدم المعجون مع الكربوناتو برضو مفيش مشكلة اللي اتنين هيجيبولك نتيجة يعني لما يدخلتوا ببعض هيجيبولك نتيجة ملهاش حل تمام كده الوصفة بتاعتنا انتهت بقت جميلة خالص هيه أتمنى اللي هي تعجبكو أتمنى اللي انتو تجربوها صدقني صدقوني صدقوني الوصفة دي ممتازة ممتازة حرفيا ممتازة أتمنى اللي هي تعجبكو وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم من مواند السيف